الرقم يقول بأنه 80% من الأطفال في أمريكا من عمر سنتين لعمر ثمان سنوات 80% منهم يمارسون العادة السرية أنتوا واضحة العادة السرية شو يعني صح؟ اللي هي حك العضو التناسلي بجسم ما احتكاك العضو التناسلي عند الذكر أو عند الأنثى بأدامة باليد بطاولة بمخدة بإلى آخره أنتوا مدركين شو اللي عم بحكيه؟ شو الدراسة عم تحكيه؟ 80% من الأطفال في أمريكا من عمر سنتين لعمر ثمان سنوات يمارسون العادة السرية اللي هم رغبة بأنه العضو التناسلي الذكري أو الأنثوي وهم أطفال يحتك بشيء طيب يعني هم زي الكبار بشعروا بلذة؟ الجواب نعم طيب زي الكبار بوصلوا لمرحلة النشوة؟ الجواب برضو نعم طيب بيصير عنده أو عندها أو عنده بالذات قذف؟ الجواب لا طبعا لا لأنه ما عنده حيامات منوية طفل صغير لكنه يصل للنشوة طيب هل يرحق جسده كما يرحق الكبار؟ الجواب نعم هل يتأثر تركيز الطفل أو الطفلة عنده مارسة عادة السرية؟ بها المرحلة العمرية من سنتين ثمانين؟ الجواب نعم الموضوع موجود طيب إيش منستخلص؟ منستخلص التالي أنا شخصيا أسبوعيا عم بمر علي من حالة لحالتين ممارسة عادة السرية من عالم الأطفال بتجيني أم بتقول لي بشاء الله بنتي ابني عادة السرية طبعا هي ما بتقول هيك بتقول شوف شوف يعني أنا بتذكر مثلا آخر حالة وسماح سمحتني إذا أنت أتكلم بس بدون الأسماء طبعا هذا الأسبوع اللي انتهى اليوم الجمعة ابني واحد تنين ثلاثة أربعة خمسة قلت لها اسمها اسمها اللي بتحكيه أنت اسمه عادة السرية لا 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 شوني بتحكيه اسمه عادة السرية شئتي ولا بيتي طبعا هي الأم بتحاول تجمل يعني منطق عقل الأم لا يتقبل أنه بنتي أو ابني عم بمارس عادة السرية بعمر سنتين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة عرفت ما ما بتقبل فبتحاول تجمل بسوف يعليين عادة سرية بتقول لي مثلا أنه بتكون مسكن المخدة قبل النوم حاط المخدة بين إجريها خلص عادة سرية طبعا إحنا منطمن الأهالي وهينا عم بطمنكم هذا متوقع جدا 80% إذا بدنا نعكس الدراسة الأمريكية على أطفال العالم فهنا بنحكي عن 80% من أطفال ممكن يمارسوا عادة سرية اشتركوا في القناة